ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم اجتماع مجلس الدفاع المدني بحضور معالي وزير النفط وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزير الإعلام وسعادة رئيس الأمن العام ووكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ونائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء منوها إلى أن اجتماع المجلس يأتي في إطار العمل على تعزيز إجراءات الحماية المدنية بما يضمن السلامة العامة للمواطنين والمقيمين وقد استهل المجلس جدول الأعمال بمناقشة موضوع التمارين الوطنية المشتركة حسب الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث وضرورة تنفيذها بمشاركة مختلف القطاعات وفق فرضيات واقعية مع التأكيد على سرعة الاستجابة في التعامل مع الأحداث وتعزيز القدرات التي تخدم مسؤولية المحافظة على السلامة العامة بعدها اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة شؤون المتطوعين لخدمة الأمن العام والمتعلقة بالتطوع في الدفاع المدني والاشتراطات الواجب توافرها في المتطوع والجوانب التدريبية ذات الصلة كما اطلع على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التطوع لخدمة الأمن العام والذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لحماية الأمن والاستقرار كما استعرض مجلس الدفاع المدني الاشتراطات المتعلقة بالسلامة في المنازل والمشآت الخاصة والعمل على تطويرها بالمستوى الذي يحافظ على الأرواح وحماية الممتلكات مع الاستمرار في مراجعة وتحديث هذه الإجراءات وفي ختام الاجتماع أعرب مع الوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر